نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الهداية والتوفيق وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليم كثيرا أما بعد فإن أصدقى الكلام كلام الله تعالى وخير الحديثة محمد صلى الله عليه وآله وسهبه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال جل وعلا والذين إذا فعلوا فاهشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله القائل أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة رواه مسلم عباد الله وسيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يقول الله جل وعلا يا أيها الناس اتكوا ربكم الذي خلقكم من نفس واهدا وخلق منها ذوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد عباد الله ماذا بعد الصهة إلا القصم وماذا بعد البقاء إلا الفناء وماذا بعد الشباب إلا الحرم وماذا بعد الحياة إلا الممات أيها المسلمون قد يقول القائل لماذا نتوب ما هي معاصينا وما هي جرائمنا فأقول تتوب يا عبد الله لأن الله أمرك وأمر كل مؤمن معك فقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلهون تتوبوا يا عبد الله لأن الله يهب التوابين ويهب المستغفرين تتوبوا يا عبد الله حتى يفره الرب ويغيط الشيطان وتفره الإقوة وتزل الأعداء وترفع درجتك وتوسع قبرك تتوب يا عبد الله لأن الله يقول جل وعلا ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمها وخالك الناس بقلق حسن قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قال ابن كثير أي ومن يتق الله فيما أمره به وترك ما نهاه أنه يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب عن ابن مسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقاء والعفاف والغناء وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيوا أمراءكم تدخلون جنة ربكم قال الألماء ثلاث ضيوف يأتون بلا موئد الرزق والقدر والموت قال جل وعلا هتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالها فيما ترك وقال العلماء ولدتك أمك يوم ولدتك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاحرص على عمل تكون إذا بقوا في يومك ضاهكا مسرورا كتب رجل إلى صالح كتب رجل إلى صالح بن عبد القدوس فقال له يا عبد القدوس الموت باب وكل الناس داخله فليت الشئر بعد الموت مدار فأجابه بقوله الدار دار النعيم إن عملت بما ترضي إله وإن خالفت فالنار إباد الله فاتقوا الله يرحمكم واشكروه على نعمه ومني وفضله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسنعون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلما تسلما في رماء بعد إباد الله وعلاونا هناك لقد تسلما في الصلاة والسلام على أن بعد يمكن ترجمة نانسي قنقر ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا